بحضور وزراء الثقافة بعدد من الدول الإفريقية إلى جانب وزير الشؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة أباكر روزيتاكيل الذي مثل البلاد في المملكة المغربية في هذا الاجتماع المنظم بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتهدة الإفريقية إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول القارة وإبراس دور الثقافة كدعمة للتنمية المنشودة في إفريقيا ويتضمن برنامج هذا الاجتماع الوزاري تقديم نتائج سنة من فعاليات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية وعرض فيلم حول أبرز أهداف هذه التظاهرة فضلاً الندوات وجلسات نقاش حول سبل تعزيز الروابط والهوية الثقافية بين الدول الإفريقية كخدمة للتسامح والتعايش فيما بينها وزير الشؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة أباكر روزيتاكيل قال تلتزم الشات التزاماً تاماً بالإجراءات الملموسة من أجل تآذر الدول الأفريقية كما يجب مضاعفة التبادلات من خلال خارطة الطريق تركز على تعزيز الثقافة الأفريقية وكذا إنشاء مجلز زراء للثقافة داخل الاتحاد الأفريقي وتشغيله بشكل فعال مضيفاً بأن رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو قد أعطى أولوية قصوى للنهوض بقطاع السياحة إلى أعلى المستويات وللإشارة فقد تمخذ أن هذا الاجتماع الوزاري إعلان الرواد تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأفريقية الذي صدر أقبل الاجتماع الوزاري الأفريقي للثقافة من أجل وضع المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول القارة والتفكير في وضع الآليات الضرورية لتطوير عمل ثقافي مشترك لما فيه خير حاضر ومستقبل لمواطني القارة الأفريقية اشتركوا في القناة